السلام عليكم متابعي دراما سبورت مثل العادة تقييم أداء لاعبي منتخبنا أمام الهند من دون مجاملات ومن دون عواطف وهذا التقييم اللي أنا رح أحكيه هو مجرد رأي شخصي ممكن أنت تكون متفق معه وممكن تكون مختلف معه بالنهاية التعليقات موجودة وفيك تكتب تقييمات اللاعبين بالشكل اللي أنت بتشوفه مناسب قبل ما نفوض بالتفاصيل ونحكي عن تقييم أداء كل لعب بالمنتخبة بمباراة الهند بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عالتفاصيل سوف يا صديق العزيز رح نبدأ بحراسة المرمى أحمد المدنية في طبيعة الحال منتخبنا ما تلقى أهداف لا بمباراة الهند ولا بمباراة أوزباكستان وبمباراة أستراليا تلقينا هدف واحد المنتخب الهند ما شكل خطورة على منتخبنا يعني ما كان في تزديد ما كان في شي لكن أحمد المدنية خوفني بعرضيتين يعني فيه في مشكلة تتعلق بالعرضيات ما عم بتصدى لها والمرة الأولى الخروج بالعرضيات أحيانا بخوف صراحة أحمد المدنية خلال البطولة دائما الأداء ثابت دائما الهدوء موجود لكن بهاي المباراة تحديدا آخ آخ بآخر خمس دقايق أنا دخلت بحالة رعب شديد خصوصا بعد العرضية اللي عملها المنتخب الهندي والكرة اللي ارتدت من أحمد مدنية فهذا الرعب الشديد بصراحة خلاني موت يعني حرفيا خفت لدرجة وممكن نتعادل هاي اللحظة مستحيل أتخيلها ولا مستحيل أطلع بعد بفيديو أحكي شو بدي أحكي أنا لخبط لي كياني أحمد مدنية ببيئة العرضية آخر عرضية بتتذكرها فبالتالي بصراحة أحمد مدنية لأنك خوفتني ستة ونص من عشرة علما إلى الآن الهدوء الجيد لأحمد مدنية خلال ثلاث مباريات كان رائع ممكن هذا أسوأ تصنيف أو أسوأ تقييم لأحمد مدنية خلال مباريات دور المجموعات فقط لكون العرضيات عم بتخوف بصراحة نسبة لقلبي الدفاع أيهم أوسو وثائر كروما ما كانت في أخطاء لأن المنتخب الهندي ما بيلعب على العمق على العمق أطلاقا ما شفنا المنتخب الهندي فبالتالي ما كانت في أخطاء ولا كانت في مشاكل دفاعية لدى المنتخب بشكل عام ما كانت في مشاكل دفاعية خصوصا بقلبي الدفاع بس ثائر كروما وأيهم أوسو بصراحة على الرزانة والهدوء والتغطية والتمركز الجيد اللاعبين بيستحقوا 8 من 10 لأن ما في أخطاء الالتحامات موجودة الهدوء موجود كل شيء موجود يعني ما بتخاف بوجود أيهم أوسو وثائر كروما بخط الدفاع على الأقل خلال ثلاث مباريات عم بيقدوا بنفس المستوى الثابت وهذا الشيء المهم أيهم أوسو صراحة عمل نقلة نوعية بيخط دفاع منتخبنا أعطانا الهيبة الهيبة الدفاعية اللي كانت اللي كان بيمتلكها أحمد الصالح بفترة من الفترات عم بنشوفها بأيهم أوسو يعني أحمد الصالح كان بنفس هذا المستوى وبنفس هاي هاي القوة والالتحام والتوجيه فعم يعملها أيهم أوسو بشكل كبير يعني افتقدنا لهذا المركز بشكل عام وأيهم أوسو عم بيغطيه بشكل خاص أيهم أوسو وثائر كروما مباراة بصراحة أمام الهند اللي عمق ما كان يعني ما كان فيه شغل عليه لكن من دون أخطاء تذكر بشكل كبير لحتى نقول إنه هاي اللقطة وهاي العملية ما كانت جيدة لا لا أطلاقنا 8 من 10 والأداء كان جيد منروح لعبد الرحمن ويس اللي ممكن بمباراة استراليا أنا اعتبرت أفضل لاعب بالمباراة لكن بهاي المباراة عمل خطأ كمان يعني كركبني يعني كركبني بشكل عام يعني شفتوا الخطأ اللي تأخر فيه هو عبد الرحمن ويس عم بيقدم بطولة استثنائية بخط الدفاع حتى بالحالة الهجومية عم بيقدم بطولة استثنائية لكن فيه خطأ كركبني وكان ممكن المنتخب الهندي يحصل على انفراده انفراده دخل فيها تأخر فيها بيبي التمرير واتخاذ القرار وكمان دخل بيبي أيهم أوسو فالكرة راحت يعني اذا بتتذكروا اللقطة كانت خطيرة جدا على منتخبنا لو لا انه المنتخب الهندي انسى يعني بالحالة الهجومية انسى فالأمر كان صعب صراحة لذلك ممكن نقول 6.5 من 10 ممكن اسوأ تصنيف كمان لعبد الرحمن ويس خلال المباراة السابقة لان قدم بطولة رائعة الى الان وهون ممكن يختلف معي العديد من الاصدقاء لكن انا بدي احكي رأيي الشخصي مؤيد العجان مؤيد العجان احد اللاعبين اللي انا ظلمتهم واعتذرت يعني بمنشور على الفيسبوك بان انا بالفعل ظلمت مؤيد العجان قبل البطولة لكن طالما ظلمت فلازم نحكي الحق لما بيأدي ولما بيعمل ولما بيلعب بدك تعطيه حقه مية بالمية فمؤيد العجان قدم الى الان بطولة ممتازة وبمباراة الهند تحديدا على فكرة يعني في كتير ناس انتقدون وعلى العرضيات مرتبك مؤيد العجان كانت وظيفة بمباراة الهند دفاعية وليست هجومية وظيفة عبد الرحمن ويس كانت هجومية بينما مؤيد العجان كانت دفاعية وهون تحسب لا هيكتور كوبر والكادر الفني اللي درس المنتخب الهندي انا بصلاحة لما حكيت عن منتخب الهند حكيت عن نقاط الضعف عن السلبيات ما حكيت عن الايجابيات ولا حبيت احكي عن الايجابيات لدى المنتخب الهندي لكن احد الايجابيات اللي بالفعل واضح جدا بان درسها الكادر الفني بان المنتخب الهندي بيهاجم من الجهة اليمنى من الجهة اليمنى دائما بيهاجم ففيه لاعب اسمه تشيهانشتي شيهانشتي هذا اللاعب سريع مراوغ رقم 17 متعب جدا فالعمل الدفاعي كان لمؤيد العجان يعني مؤيد العجان ما كان ملزم بشكل مستمر يلعب بالحالة الهجومية كان شغله دفاعي أدى الشغل الدفاعي مع شيهانشتي اللي بصراحة أربك العراق أنا شفت مباريات الهند يعني تابعت عدد كبير من مباريات الهند لكونوا بمجموعتنا يعني قبل بطولة كأس آسيا وكمان بمباراة استراليا وكمان بمباراة أوزباكستان المنتخب الهندي بيلعب بالجهة اليمنى شهانشتي لاعب سريع ولاعب مراوغ مؤيد العجان الشي اللي عملوا بمباراة الهند ما عملوا لا أظهرت المنتخب الاسترالي ولا الأوزباكي شهانشتي كان عم بيعدي من الأصغرة بكل سهولة لكن أمام مؤيد العجان ما لاحظنا أساسا تواجد شهانشتي لأن كان مؤيد العجان تمركزه صح توقفه صح توقعه صح التقليل من الجهد المهدور خلال الدقائق يعني كان عم بيقسم هذا الجهد خلال التسعين دقيقة ما كنت عم بتلاحظ بأنه تعبان لأن شهانش دي لاعب سريع مراوغ بتعب فأنا بصراحة عجبني اللاعب يعني عندي حالة دفاعية عم بيلعب فيها مؤيد العجان وكمان يعني تحسب للكادر الفني من درس المنتخب الهندي عندهم مشكلة بالجهة اليسرى يعني جهة عبد الرحمن ويس جهتنا اليوم هي الجهة اليسرى للمنتخب الهندي عندهم مشكلة فعبد الرحمن ويس كانت مهامه هجومية كنا عم نشوف انطلاق للمحمود اللعب منتخبنا بأي جهة كانت الغالبية العظمة بتجيها اليومنا بتجيها اليومنا لعبد الرحمن ويس ومحمود الأسود لهذا السبب ما ظهر مؤيد العجان وعمار رمضان ما ظهروا ليش؟ لأن كانت جهة مؤيد العجان هي جهة دفاعية جهة عبد الرحمن ويس ومحمود الأسود هي جهة هجومية كانت القراءة صحيحة 100% لأن المنتخب الهندي ضعيف من جهة محمود الأسود وعبد الرحمن ويس وقوي من جهة مؤيد العجان وعمار رمضان فهاي القراءة كانت مفيدة وكمان التزام اللاعبين ومستوى اللاعبين اليوم مؤيد العجان أوقف للاعب كان عم يعاني منه منتخب أوزباكستان على فكرة نعم تعرض المنتخب الهندي للخسارة بس هجوميا كان منتخب الهند عم يعمل خطورة على أوزباكستان من الجهة اليمنى فهاي الشغلة اللي لازم نوضحها بشكل كبير في بعض الناس مثلا أنه نحن ما شفنا مؤيد العجان بالمباراة ما أدى لا هو أدى مستوى رائع مستوى ممتاز من دون أي خطأ بالدفاع أنا مثلا حاليا عندي هاي المهمة الدفاعية بالحال الهجومية الانطلاق ما كان كتير كبير ليش؟ لأن الاعتماد على الجهة اليمنى لمنتخبنا وليست الجهة اليسرى أنا بشوف مؤيد العجان كان أحد اللاعبين المميزين بهاي المباراة تحديدا 8.5 من عشرة منروح للاعبة خط الوسط إذا كيل العم قدم مباراة وطلع يعني بالتصنيف يعني حسب الإحصائيات والأرقام كأفضل لعب بالمباراة برأيي الشخصي في أفضل نحن اللي تابعنا المباراة في أفضل من إذا كيل العم يعني في بعض اللاعبين رح أحكي عنهم أفضل من إذا كيل العم وقدوا مباراة ممكن تكون أفضل إذا كيل العم لما بيلعب لوحده من دون أي أرباك ما في ضغط بالاستلام والتسليم والشي الميزة الإضافية اللي شفناها الكرات الطويلة تغيير جهة الملعب حكينا إذا كيل العم مهمته هي الاستلام والتسليم وتغيير جهة الملعب بناء الهجمة مع لعيبة الدفاع هاي مهمة إذا كيل العم مانا مهمة خليل الياس مهمة إذا كيل العم فقط فبالتالي إذا كيل العم اليوم كمان أدى مباراة حرفيا هي مباراة لاعب تكتيكي لاعب فهمان شو عم يعمل كيف عم بيستلم الكرة صح كيف عم بيسلمها صح سد التزديده مبادرة هجومية انطلق حاول اللعب فهمان الملعب عمل تمريره رائع على طابلو صباغ اللي كان بطيء بردة الفعل فبالتالي أنا بشوف أنه إذا كيل العم بالفعل كان مميز لكن بحسب الإحصائيات والأرقام ممكن يكون حسب الاتحاد لا سوى هو الأفضل لكننا بشوف في بعض اللاعبين أفضل وأدموا مستوى كمان رائع جدا فإذا كيل العم 8 من 10 واللاعب الثاني بيخط الوسط بطبيعة الحال خليل الياس خليل الياس ممكن حكينا عدة مرات بين خليل الياس مركزه الأساسي هو خط وسط لكن اللي بيتابع تشيلسي سابقا كانتي يعرف يعني كيف كيف بيلعب كانتي خط وسط متقدمة بيلعب بالضغط العالي بيتقدم للأمام ما بيبني هجمة ما بيلعب على الاستلام والتسليم مو شغلة خليل الياس بالمرة شغلته مختلفة تماما بيفيد المنتخب بالضغط العالي بيفيد المنتخب بنصف ملعب المنتخب المنافس حكينا باستفادة عن شغلة خليل الياس يعني بشكل عام شغلة الأول لعب بهذا المركز وكمان يعني هذا الأمر مهم أنه هيكتور كوبر عالج هاي المشكلة لأن بصراحة كانت مشكلة أنك تلعب بلاعبي خط وسط ارتكاز لعب أنت ما عم تستفيد منه وبالعكس أنت عم بتضره ليش لأن لما بتضر هذا اللعب لما بيمرر تمريرات خاطئة لعب خط الوسط أكتر لعب إذا مرر تمريرها خاطئة بتصير الأمور كارثية لأنك أنت ما فيك تبني هجمة ما فيك تشتغل أي شي فقط تتلقى ضغط بالتالي لازم نفهم خصائص كل لعب فالفيردي بريال مدريد ما فيه يبني هجمة ما نلاعب بناء هجمة هو لاعب ضغط لاعب إلى الأمام ما فيك تبني هجمة بفالفيردي فيك تعمل انطلاقة بفالفيردي لكن ما فيك تبني هجمة بفالفيردي فهاي الشغلة بدأها بالشوت الأول ما كان ظاهر الشوت الثاني خلاص يعني عاد لمركزه الطبيعي شفنا خليل الياس اللي كنا منتمنى واللي كنا منحكي عنه بأن هذا اللاعب ما لازم يتعرض للظلم نتيجة أنه شفناه بالدورة الإرجنتيني بيلعب ظهير يمين وبيلعب خط وسط لكن ما نمحور رقم 6 بناء هجمة فهذا الشي حفظناه من خليل الياس لذلك قدم مباراة ممتازة بالشوت الثاني 8.5 من عشرة منروح لعمار رمضان ممكن عمار رمضان كمان أحد اللاعبين اللي قدم مباراة ممتازة هجوميا كان الأفضل هجوميا بمباراة أوزباكستان وأستراليا بمباراة الهند كان الأقل هجوميا يعني بصراحة عمار رمضان مباراة الهند كان الأقل هجوميا وحكينا السبب هكتور كوبر بجهة عمار رمضان وجهة مؤيد العبجان كان فيه نوع من الالتزام الدفاعي بدك تكون منتبه جدا لتشيهانشتي وبدك تكون منتبه لهذه الجهة مشان ما تصير فيه أي هدف لمنتخب الهند ونفوت بالحيط فبالتالي كان فيه تركيز نوعا ما على عمار رمضان جهة عمار رمضان ومؤيد العبجان على الحالة الدفاعية يعني الأمور لازم تكون حالة دفاعية نعم بعض التحركات أو بعض الخيارات التي كان يعملها عمار رمضان لم تكن صحيحة لم تكن لديه الحرية الكاملة أنا باعتقادي الشخصي لكن هذه المباراة كانت أقل من مباراة أستراليا وأسباكستان التي كان فيها الأميز هجوميا يعني إذا تختار من مباراة أسباكستان وأستراليا من كان اللاعب الذي يحاول يجد لك حال كان عمار رمضان في هذه المباراة الحلول كانت من بعض اللاعبين الآخرين شالوا الحمل عن عمار رمضان لكن كان شغلة عمار رمضان فيها تفكير أكتر بالحالة الدفاعية كيف إذا منتخب الهند استلم هو يرجع مع مؤيد العجان ويتساعده لحتى هذه الجهة تتسكر بالمطلق أنا بشوف أنه عمار رمضان ما أدى المباراة المميزة اللي كنا متوقعين لكن بشكل عام هو اللاعب الأميز هجوميا إلى الآن من بداية البطولة إلى الآن بظن سبعة من عشرة منروح لمحمود الأسود اللي قدم مباراة ممتازة يعني محمود الأسود على خلاف عمار رمضان عمار رمضان لعب بمباراة أزباكستان وأستراليا بشكل ممتاز بمباراة الهند كان أقل محمود الأسود كان بمباراة أستراليا وأزباكستان بشكل أقل بمباراة الهند قدم صورة ممتازة كانت الخيارات جيدة كان التوقع جيد كان التمركز جيد وكانت اللعبة من جهة محمود الأسود لازم ناخد هذا الشي بعين الاعتبار اللعبة من جهة عبد الرحمن ويس ومحمود الأسود لأن فيه اعتماد من الكادر الفني على هاي الجهة هاي الجهة هي الخاصرة السيئة أو الخاصرة اللي فيها مشاكل دفاعية بمنتخب الهند فكان فيه اعتماد وتوجه أنه نلعب بجهة محمود الأسود لذلك ظهر محمود الأسود أكتر من عمار رمضان الكورات كانت عم بتروح بهاي الجهة ما كانت عم بتروح بجهة عمار رمضان فبالتالي ظهر محمود الأسود ولما ظهر أدى يعني أنا مو بس بدي أنه يظهر ونشارك لا أنت لازم تظهر وتأدي محمود الأسود أدى أدى مباراة جيدة بصراحة نصيحتي لمحمود الأسود ما احترامي وحبي لنادي الكرامة نادي عظيم بسوريا لازم يعني ما يتواجد بالدور السوري الموسم القادم يلاقي عقد بالخليج بأي دوري يلعب بانتظام يلعب بملاعب جيدة يلعب بدوري على الأقل من ناحية الروزنامة جيدة ممكن بعده بعد عام عامين يلاقي نادي لسه على أكبر وأكبر ما بتعرف شو ممكن يصير فمحمود الأسود لازم يلعب بدوري خارجي الدور السوري بالوقت الحالي ممكن تختار منه لاعب لعبين 3 شفت ومؤيد العجان أحمد مدنية محمود الأسود ممكن تختار منه 5 لعبين إذا بدك لكن بشكل عام اللاعب المميز لازم يقرر أنه يوصل لدوري منظم دوري ملاعبه جيدة دوري تلعب فيه وتشاهد يعني تشوف المباراة تتابع المباراة بشكل جيد ما تكون المباريات غير منقولة على الأقل يعني بشكل دائم فنادي الكرامة نادي عظيم لكن أغلب الأنذية السورية يعني ما بحكي فقط عن نادي الكرامة أغلب الأنذية السورية مانا بمرحلة الاحتراف اللازم نعم ممكن تاخد من الدوري السوري 3-4 لعبين 5-10 إذا بدك من القائمة لكن هاللاعبين بيحتاجوا أنه إذا لعبت وقدمت هذا المكان أو هاي المرحلة هي مرحلة الانتقال إلى الدوريات الأفضل الدوريات اللي عم بتقدم نحن نعم قبل 10 سنوات قبل 15 سنة كان دورينا قوي كان فيك تعمل منتخب فقط من الدوري السوري ول Gadara حاليا الأمر صعب الأمر صعب جداً لازم تجيب لاعبين من الدوريات الخليجية من دوريات أوروبية من دوريات أمريكا الجنوبية هذا الأمر مشروع لكن اللاعب الموجود بالدوري السوري لازم يقرر هذا القرار ومحمود الأسود صار وقته صار وقتًا أنك تقرر هذا القرار حتى تفوت بي مرحلة فراس الخطيب جهاد الاحسين اللي اللي وصلوا لهذه المرحلة علماً كان نادي الكرامة بأوج عطاءه وانتقل في راس الخطيب إلى الكويت وعمل الإنجازات اللي عملها ونفس الأمر جهاد الحسين كان نادي الكرامة بأوج عطاءه وانتقل إلى الدور السعودي فبالتالي بتمنى هذا الشيء من محمود الأسود هاي نصيحة لكونا عم نحكي عن تقييم اللاعبين نروح لإبراهيم هسار إبراهيم هسار يا جماعة بمباراة أوزباكستان قدم مباراة رائعة جدا بمباراة أستراليا كان أقل بمباراة الهند كان حارق خارق متفجر إبراهيم هسار كان حارق خارق متفجر بكل مكان بتشوفه بيقطع الكرة بالضغط العالي توقعه صح تمررتين ثلاثة صحيحات يعني صناعة أهداف محققة حتى التمريرة اللي عملها والعرضية اللي عملها لعمر خريبين بالرأس كمان إبراهيم هسار بعد ضغط عمله قطع كرة بالضغط عالي بالشوط الأول وسدت تزديده لاعب بصراحة بالحالة الهجومية حرام يلعب دفاع حرام يلعب بخطة دفاعية إبراهيم هسار هذا لاعب كاسح دبابة دبابة بحد ذاتها بقطع الكرة اللاعب الهندي يعني كان بالبنية الجسمانية غير قادر على مواجهة لاعب مثل إبراهيم هسار أنا بحب هيك نوعية من اللاعبين والضخمين اللي بيعطي الروح وكمان زكاء وعقل وفن إبراهيم هسار قدم مباراة ممتازة صنع هدف لعمر خريبين كمان صنع تقريبا هدف لعمر خريبين قبل ما يسجل الهدف أو هدف الفوز كمان هدف آخر كان صناعة إبراهيم هسار فقدم مباراة رأي أنا عجبني جدا من ناحية كل شيء من كل النواحي عجبني إبراهيم هسار تسعة من عشرة لإبراهيم هسار نروح لبابلو صباغ بابلو صباغ يعني بصراحة ممكن صار كلامي مكرر يعني حول بابلو صباغ أو حول الطريقة أنت لازم تبدأ ببابلو صباغ مع عمر خريبين لحتى تلاقي لاعب يأدي تخلي لاعب واحد مثل بابلو صباغ ما رح يعمل شيء بصراحة بنحكيها مين ما كان المهاجم يعني بغض النظر عن الاسم ما رح يعمل شيء إذا ما كان معه مهاجم تاني طالما عم تلعب بطريقة الاربعة اربعة اثنين أنت بتحتاج لمهاجم تاني يعني ما بدك تضحي بلاعب جناح حتى تلعب بمهاجم تاني وإلا ما ما رح تستفيد ما رح تستفيد من تواجد إبراهيم هسار كمهاجم تاني ما بدك بدك لاعب يساعد اللاعبين ويعمل هاي الزيادة فبابلو صباغ بصراحة عمل كرة رأسية ممكن وكان مستوى عادي جدا بالشوط الأول عادي أقل من عادي ما كان بدنيا جاهز مشكلة يعني مشكلة حقيقية إذا لعبت بمهاجم واحد بخطة الاربعة اربعة اثنين مشكلة بصراحة بيتعرض للظلم بعد ما دخل علاء الدالي مع عمر خريبين شفنا شكل المنتخب شفنا عدد الهجمات صارت أكتر فبابلو صباغ ستة ونص من عشرة من روح للعيب البودلاء محمد عز ما رح نحكي لأنه لعب دايقتين يعني عدد دقائق ما فيك تعطيها أي تقييم أو كلام علاء الدالي دخل مع الزيادة العددية أضاف للمنتخب بصراحة علاء الدالي ممكن ما عمل شيء إعجازي لكن لما دخل فتح المساحة أربك المدافعين الموجودين فكان عم بيلعب عمر خريبين واحد على واحد مع مدافع فهذا الأمر بيسهل على المهاجم يعني كيف ما كان أنت موجود مع لاعب فالأمور بتصير أسهل فعلى الدالي ممكن نقول سبعة من عشرة لكن عمر خريبين نجم المباراة نجم المباراة دخل الشوت الثاني نعم ضيع لكن جاب هدف هذا الهدف أهلك للدور الثاني فمستحيل ما تعطي لنجم المباراة صاحب هدف الفوز أفضل تقييم تسعة ونص من عشرة غير هيك يعني التحية اللي عملها لعمر السومة كمان يشكر عليها هذا الأصالة والأخلاق اللي بصراحة يعني مثلا ممكن أنت بتسجل هذا الهدف هدف مهم جدا للشعب السوري وللجمهور السوري تنسى يعني تنسى أنه فيه لاعب مثلا حزين ممكن يكون لعدم استدعاء للمنتخب عم بيشوفك وعم بيشجعك فهاي التحية يعني سهلت كتير أمور بصراحة سهلت كتير أمور يعني فتحت كتير أمور فبرافو برافو لعمر الخريبين تحية لعمر الخريبين على الشي اللي عملوا بالنهاية يعني بالتشكيل المتوقع بالتشكيل اللي بتمناها دايما بحط عمر الخريبين لأن بصراحة لاعب خبرة لاعب كبير بغض النظر فيه ناس ممكن ما بتحب اللعب أو بيضيع أو ما بعرف شو لا أنا بشوفوا لاعب مهم بالمنتخب اليوم هداف أحد المنافسين بالدور الإماراتي كهداف وقالوا 8-9 سنوات بتحتاج للاعب خبرة ينهي لك الهجمة يعمل لك حل فردي فهذا الشي اللي عملوا عمر الخريبين 9.5 من عشرة كأفضل لاعب المباراة وبطبيعة الحال إذا حكينا عن هيكتور كوبر فممكن هاي أفضل مباراة قادها من جميع النواحي ليس فقط من الحال دي فمن جميع النواحي تحسب له دراسته جيدة لمنتخب الهند بصراحة المنتخب الهند ما كان عنده أي شيء يعطي لكن كمان إنك تكون قارئ جيد للجهة اليمنى والجهة اليسرى وتكون صريقك يكون ملتزم بهاية التعليمات بشكل جيد تحسب للمدرب لما اللاعب كمان يكون ملتزم من دون أخطاء بالحالة الدفاعية كمان تحسب للمدرب ممكن يعني جلطني بموضوع عدم الدخول بزيادة عددية أنت مباراة يعني لازم تفوس فيها يعني ما في عندك حل ما في عندك خيار تأخر حتى بدخول على الدالي يعني تخيل معي لو عمر خربين ومسجل الهدف كنا ممكن روح بالتعادل يعني آخر ربع ساعة سجل الهدف كنا ممكن روح بالتعادل جلطني بصراحة حرفيا لكن على التنظيم اللي اللي عاملوا بالمنتخب على الشكل على التزام اللاعبين بالخطة بصراحة تمانية من عشرة لهكتور كوبر على هاي المباراة اللي التبديلات كانت ناجحة لكن التبديلات كانت ضرورية كنا رح نروح فيها دبلكة هذا كل شي حابا حكي عن تقييم المنتخب بالنهاية هي وجهات نظر ممكن نكون مختلفين نكون متفقين والتعليقات موجودة آراء مشجعين آراء جمهور وبالنهاية كلها اللاعب اللاعيذتنا ولاعيبة منتخبنا وأنا بحب الجميع وكل لعب المنتخب أنا بصراحة بحطه عراسي يعني مين ما كان يكون يعني ما في عندي لا محترف ولا محلي أي لعب يبيل بس قميص المنتخب هو لعب منتخب سوريا من شجعه مثل أي لعب سوري لا راح ولا أجه بنا أعجبكم الفيديو وتكون بصحة وخير وسلامة ترجمة نانسي قنقر